قبل ما نتكلم على أي حاجة بخصوص المباراة بعزي مصر وشهداء الوطن في كنيسة حلوان اعتقد ان احنا صحينا الصبح على خبر للأسف سيء احنا دايما يوم الجمعة ده يوم جميل كلنا بنتفائل به من صلاة الجمعة كل واحد بيسحى الصبح عشان يسمع أخبار جادة لكن النهاردة سمعنا على خبر سيء للأسف طبعا بنعزي مصر بنعزي الشهداء الوطن في الحادث الأليم يا رب طبعا مصر تبقى دائما آمنة وإحنا لو إحنا كنا بنتكلم على مباراة تليتكو غدا فما زلنا بنقول وبنأكد ان مصر قادرة على دحر الإرهاب من خلال تكاتف أبناء الوطن وتكاتف رجال الشرطة والجيش والشعب انه يكونوا ضد هذا العمل الخسيس فبالتالي بنقول ربنا أرحمهم ويجعلهم من شهداء الوطن لأن طبعا كلنا كلنا واحد كلنا في الأول في الآخر إحنا متواجدين لخدمة هذا الوطن بشكل كبير عشان كده يمكن أسبوع 16 ابتدى من مبارح لكن النهاردة اتحاد الكرة بعد هذا الحادث دي أحداد قبل مباراة الجولة 16 بالنسبة للمباراة اليوم وغدا إن شاء الله فيه اختام الأسبوع 16 يمكن قرارت لجنة المسابقات باتحاد الكرة لوقوف دقيقة حداد في مباراة دور 16 على دحاد كنيسة مرمينة بحلوان وانطلقت اليوم إن شاء الله يعني فيه مباراة شغالة دلوقتي مباراة الاتحاد والمقصة وأيضا إن شاء الله هتكون مباراة الأهلي وبيترجيت زي ما بقولكو حاجة نتمنى أنها تنتهي من بلدنا وهتنتهي بأمر الله مدام إحنا متكاتفين زي ما إحنا بنقول دائما كشعب مع الشرطة والجيش وأكيد بإذن الله هننتهي من هذا قريبا بأمر الله